السلام عليكم اهلا وسهلا و مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة سعيدة بيلقيكم من جديد كنتمنى هدلا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال اقترح ديالين قد نقطع عليكم حلوالي شرب الشاي حلوى رائعة جدا كتجيه شيشة و المادق ديالها اكتر من رائع ان شاء الله اخواتي تجربوها وتنال اعجاب ديالكم و كالعدال عجبكم هدلا فيديو كنتمنى انكم توصلوه الاكبر عدد من اللايكات ما نطغوش اليكم اخواتي نتاقلوا جميع باش نتعرفوا على المقادير و كذلك طريقة تحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمكونات اللي سهلة و بسيطة كما وعد تكون دائما عندي هنا جوج بيضات كذلك غضي نضيف فرشة ليلمح لتصحيح الدوق ثم غضي نضيف كأس الى ربع مستقر حبيبات كذلك غضي نضيف كيس مستقر الفانيل لتنسيم نخدم هذه المكونات مزيان ضروري اخواتي تخلطوا البيض مع السكر مزيان كذلك غضي نضيف كأس الى ربع مينة زيت طبعا السيعة ديالكات 150 ميلي والمقادير المضبوطة نخليها لكم في صندوق الوصف سفي هنا كنخدم المكونات مزيان حتى تجنسوا بطبيعة الحال هنا كذلك غضي نزيد من السم هاد الحلوه هدي بقشور ديال الورتقال اللي كيعطوها واحد الماداق وكذلك احتى اللون اللي رائع جدا هنا كذلك اخواتي غضي نضيف جوج ملاعق ديال الناشا او ميزينة اللي كتعطي واحد الهاشاشا اللي رائع جدا ممكن الاستغناء عليها ثم غضي نضيف جوج ملاعق من الكوك او جوز الهند من الاحسن تكون نوعية جيدة هاد الحلوه هدي اخواتي كتجي رائع جدا لديده بزاف صافي هنا غضي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق غضي نضيفه دفوعات هنا اضفت الكاس الأول كذلك زي تلك اس الثاني ثم غضي نزيد الكاس الثالث في المرحلة الأولى اضفت ثلاثة ديال الكوكوس مع كيس من خاميرات الحلويات للوزن ثمانية غرام نضيف الدقيق عند الحاجة تحصل على واحد العجينة اللي تكون ارطبة ما تقصحوهاش اخواتي باش ما تجيكمش الحلوة يعني ايابسة او قاسها عجينة ضروري تكون ارطبة هنا كما راح تضب ثلاثة ديال الكوكوس وغادي نزيد ملعاقة كبيرة وكما غادي تلاحظو معايا يعني القوام ديالعجينة اللي يخصكم تحصلوا عليه يعني عجينة تكون ارطبة على هات الشكل هذا كما راح تو هدا هو القوام اللي يخصكم تحصلوا عليه اخواتي سافي هنا يا كنقسم العجينة ديالي الى نصفين نصف كنوضعو في الكيس بلاستيك محلي جانبا باش متنشفليش العجينة والعجينة او الكويرة الاولى غادي نطبعا غادي نبسطها بين جوج بلاستيكات طريقة اللي سهلة اخواتي وممكن يعني تطبعوها او تكوروها كدلك حتى كويرات سافي هنا كنبسطها بالمدلك نحاول اناني نرققها ما نخليهاش السمك ديالها غليط لاناني غادي نلسق واحدة مع واحدة باش مهجيش غليطة بزاف خديت هات القطعة هادي ممكن تاخدو اي قطعة او ممكن كما قلت لكم تكوروها غير قويرات وراها ما شاء الله يعني هكا تعطي واحدة الكمية اللي كثيرة سافي هنا كنحاول اناني نحيدك الزوائي ديالعجينة هنا اخديت واحد اللاطة اللي فرشت لها ورق الزبدة ممكن تدهنوها غير بالزيت كنحضو كل وحدات وبالنسبة لعجينة المتبقية غادي نجمحها على هات الشكل هادا ونزيدها لعجينة اللي كانت بقية لي ونبسطها بنفس الطريقة وراها ما شاء الله يعني اعطتني واحدة الكمية اللي كثيرة ان شاء الله اخواتي تجربوها كتجي غاية باللدة وراها ما شاء الله اعطتني جوج ديال اللاطات سافي هنا بعد ما كملت بالنسبة للطريقة ديالطياب انا اخواتي غادي نطيبها في الفور القهربائي غادي نشل عليها النار من الاسفل والاعلى بطبيعة الحال في الاول درت الفور نسخن غادي نطيبها على مية وسبعين درجة وضعتها في الواساط من النار من الاسفل والاعلى كما لاحظت اعطتني جوج ديال اللاطات يعني ما شاء الله كتخرج واحدة الكمية اللي كثيرة ما تخلي وجه اخواتي يعني تحمل بززا فقط تاخد واحدة اللوم دها بيخفيف على هات الشكل هذا وكما لاحظت الصمت ديالها يعني ما جاتش غليظة بززاف لاننا غادي نشطق واحدة مع واحدة سافي بالنسبة للطريقة ديال تزيين هنا في الاول اخذت مربا يعني اللي عاقد اللي غادي نشطق به الواحدة ديالي طريقة ساهلة بزاف وحلوة اللي سريعة في تحضير كتجي غاية في اللي الضاق تشكل ديالها كيجي رائع جدا سافي بهنا بعد ما لستقت واحدة مع واحدة بالنسبة لتزيين اخذيت هنا المربا زدت لها القليل من ماء الزهر بدرتو يسخن قليلا ثم كان نوضع ذيك الحلوة ديالي او الوحدات ديال المربا ثم كان في النظم في الكوك بالنسبة لذيك المربا خلي واحدة يبرد اخواتي حتى الحلوة اللي هاتت برد مزيان عاد بدو تزيينوها سافي يمكن زيينها بالكوك على هات الشكل هذا وكما لاحظتو يعني الشكل ديالها وممكن اخواتي لما بغيتو استغدعوها كاف المربا ممكن تدهنوها بالشيطة ولكن هالطريقة هادي كتجي شارب ذاك المربا كتجي صراحة رائع جدا كتجي ارتباء ولديدة بزاك كنستمر بنفس الطريقة حتى نكملت زيين ونكملتقي معاكم في الشكل النهائي وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة اللي حدرت معاكم يعني ما شاء الله يعني كنا نعطيتني واحد الكمية اخرى اه وكان هذا هو الشكل نهائي ديالها كتجي رائع جدا كتجي رطباء معلقة شيشة بزاك والمداق اكتر من رائع ذاك المداق ديال البرتوقال كيعطيها واحد ديال رائع جدا كما لاحظتو كتجي شيشة بزاك مع المدارة هكذا ترتب كنتمنى اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وكي العادة لعجبكم هذا الفيديو كنتمنى اخواتي تصلوا الى اكبر عدد من اللايكات وكذلك البرتاج مع الاهل والاصدقاء كي تعمل فائدة ولماذا لا تشارك في القناة ديالي كنتمنى ان يشترك في القناة تفعل زر التنبيهات بشيوصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم اخواتي على المتابعة والى الملتقى مع الجديد ان شاء الله اهدمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة